موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية أهلا بكم دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة وعبد الرب هشلة ووكيل المحافظة المساعد سالم الأحمدي الامتحانات الفصلية بمعهد الدكتور مقلم العالي للعلوم الصحية وأكد هشلة والأحمدي على دور الامتحانات في تقييم مستوى تحصيل الطلاب العلمي وتكوينهم المهاني بالمعهد مشيدين بجودة مخرجات المعهد وتواصل قوافرها السنوية ورفض المرافق الصحية باحتياجاتها من كواديرها المؤهلة وأشدد هشلة والأحمدي على ضرورة اتخاذ الاحترازات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا والتوعية بمخاطر الوباء في أوساط المجتمع وتعريفهم بالحماية والبقاية منه وأفضل الطرق المتبعة للحد من انتشاره من جانبه أوضح عميد المعهد عميد المعهد الدكتور سامي الحاج نوعية التخصصات الطبية في مجالات مساعدية الأطباء والمختبرات وقابلات المجتمع مستعرضا القضايا المرتبطة بأوضاع المعهد المختلفة واحتياجاته الضرورية وإعادة تأهيل قاعاته الدراسية وسكنه الداخلي اطلع وكيل أول حضر موت عمر بن حبريش العلي على أنشطة وبرامج مؤسسة سامال التنمية في مجال التدريب والتمكين المهني والمشاريع التنموية للقطاع النسوي وأشدد الوكيل العلي على ضرورة الاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل البهني للنساء وتوفير متطلبات فتح مشروعات خاصة بهن مشيرا إلى أن ذلك سيكون له أثر إيجابي ومعيشي على النساء المستفيدات مؤكدا استعدادات السلطة المحلية بتقديم أوجه التسهيلات التي تساهم في إنجاح المبادرات والمشاريع التي تخدم النساء والمجتمع عموما من جانبها أوضحت رئيسة المؤسسة فاطم عوض باعثمان إلى أن خطة هذا العام تتضمن برامج نوعية تسهدف تعزيزات تقدرات النساء والقيام بأنشطة تثقيفية وتوعية وتشجيعهن على تقديم الخدمات الإنسانية وفتح المشاريع المنزلية المدرة للدخل بما يحسن ظروفهن المعيشية التقى وكيل أول محافظة حضر موت عمر بن حبريش العلي فريق كرة لليد لنادي القطن الرياضي الحائز على مركز الوظيف في بطولة الجمهورية للمحافظة للمحافظات المحررة للموسم الرياضي الجاري وأشهد الوكيل العلي بهذا الإنجاز الرياضي لنادي شباب القطن واهتمام قيادته بمختلف الأنشطة والألعاب الرياضية داعيا قيادات الأندية إلى بدل المزيد من الاهتمام بالرياضيين والشباب وتعزيز مشاركتهم في المسابقات الرياضية وفي الألعاب كافة من جانبه أشار رئيس النادي صلاح القعيطي إلى أن تحقيق فريق كرة اليد هذا الإنجاز يعد مفارة للنادي وتأكيد على اهتمامه بمختلف الألعاب الرياضية لافتا إلى أن هذا الإنجاز أهل فريق النادي للمشاركة في البطولة الأسيوية للأندية المقرر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال ماي القادم عقدة بمدينة زنجبار بمحافظة أبيان لقاء بين كل من مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمنات بالمحافظة عائشة غالب ومدير عام مديرية زنجبار سالم عكف كرس اللقاء لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالانضباط الوظيفي وتسوية أوضاع الموظفين في ديوان عام مديرية زنجبار وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي يواجهها مكتب الخدمة المدنية خلال العمل والمتعلقة بمركز المعلومات حيث سيتم تزويده بعدد من الأجهزة من قبل وزارة الخدمة المدنية لكي يقوم بأداء عمله على الوجه المطلوب وأكدوا على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزامي من قبل الموظفين بالدوام الرسمي وكذلك ضرورة تسوية درجات الموظفين حسب النظم المتبعة كرم مكتب الإعلام في محافظة أبيان جميع موظفات المكتب نظير جهودهن في أداء عملهن بكل تفان وإخلاص وذلك خلال الحفل التكريمي الذي نظمه المكتب اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام وخلال التكريم الذي حضره مستشار محافظ المحافظة لشؤون الاستثمار عبد الناصر اليزيدي أشار مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة ياسر بدور ياسر بدور بدور المرأة في محافظة أبيان خلال الأزمات والحروب التي مرت بها محافظة أبيان وقوفها إلى جانب أخيها الرجل في كافة الجوانب من جانبها استعرضت الأمين العام لاتحاد نساء اليمن عديل الخضر دور المرأة في المجتمع وعن رمزية المناسبة هذا الاحتفال الذي نظمه مكتب الإعلام والذي يعد لفتة طيبة وبادرة إيجابية ترسم الأمل في نفوس موظفات المكتب الإعلام وتشجيعهن على بدل المزيد من الجهود لارتقاء بالعمل الإعلامي في محافظة أبيان التقى مدير مكتب الصحة وسكان مدير مديرية أحور في مديرية أحور بأبيان أحمد الجفري مستشاري جودة الرعاية الصحية بمنظمة الصحة العالمية خلال زيارتهم لمستشفى أحور بهدف الاطلاع على الأعمال التي يقدمها المستشفى ومناقشة تأسيس برنامج الدودة ومكافحة العدوى واستعرض الجفري مع فريق منظمة الصحة الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى وجملة المشاكل والصعوبات التي يوجهها في ظل نقص الكوادر الطبية والصحية واعتماده على عشرة عمال حكوميين ومتطوعين لا يتجاوز مستوياتهم ممرضين مشيرين إلى أن المستشفى يعمل على استقبال حوادث الطرق في الشريط الساحلي الدولي الواصل بين عدن والمكلة بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة نظمت رابطة أمهات المختطفين بمدينة مأرب ندوة بعنوان آثار الحرب على النساء وذلك بالتزام مع اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام وتأتي هذه الندوة ضمن برامج الرابط الهادفة للتعريف بمعاناة النساء جراء الحرب كما استعرضت الندوة أوضاع المختطفين من النساء والرجال في سجون الحوث الإنقلابية وضرورة الضغط على الميليشيا الحوثية بسرعة الإطلاق بعد ذلك نظمت عدد من الأمهات المختطفين وقفة احتياجية لتنديد بالهجمات الحوثية على المدينة والتحشيد الحربي والقصف الصاروخي المتواصل على الأحياء السكنية ومخيمات ونددت المحتجات باستمرار القصف العشوائي من قبل جماعة الحوثي على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمبعوث الخاص ماتينغ ريفث إلى تحمل مسؤوليتهم الإنسانية في حماية المدنيات والنازحات من عبث القصف الحوثي المستمر في الذكرى الرابعة للمهرجان السنوي للتراث والثقافة والفنون الشعبية كرم ملتقى رواد حالمين للفكر والبناء والتنمية في محافظة لحج نخبة من رواد كرة القدم كرة قدم الزمن الجميل وفي مقدمهم وفي مقدمتهم أبو بكر الماس وشرف محفوظ وعمر البارك مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد عبدالله غالب شهدت مديرية حالمين إحدى مديريات محافظة الفلاحج مهرجانا ثقافيا بالتراث السياحي والثقافي والفني بإقامة حفلا فنيا طابيا راقصا قدمت من خلاله الفقرات الغنائية والسكتشات التمثيلية والمسابقات الثقافية حضره نخبة من رجال الأعمال وعددا من القيادات المحلية في المديرية ونخبة من نجوم كرة القدم وألقى منظم المهرجان أبو أصير محمود الكربي كلمة أكد من خلالها أهمية إقامة المهرجان سنويا لإبراد التراث الشعبي لمنطقة حالمين التي تتميز بوجود منتقعات المياه الكبرسية الساخنة لاستطباب نظمه ملتقار واد حالمين للفكر والبناء التنموية في المديرية برعاية تراغل الأعمال أبو أصير محمود الكربي وبحضور الشيخ أسكر العمراني والشيخ نائب العكيمي والعميد عدنان الحالمي قائد المقاومة الجنوبية والشيخ سلطان العكيمي ومشاركة نقوم كرة الزمن الجميل كرة القدم أبو بكر الماس وشرب محفوظ وعمر البارك هذا المهرجان نحن حريصين على أن يكون مهرجان ناجح للتراث والثقافة والعادات والتغاليد الحالمية الأصيلة مع بعض الخليط من أخواننا المتواجدين من أبناء يافع ومن المناطق من قاورة من مديريات محافظة الضالع والشعيب وهذا المهرجان هو ما في شك نحن في الموسم الرابع على التوالي وفي أول أيام المهرجان كان الحضور رائع جدا وكانت فقرات البرنامج معدة بكل نقاح وكانت قيدة جدا وكانت في تنوع ما بين الفقرات الفنية ما بين القناع وما بين الرغص وما بين الشعر وكثير من الفقرات من المسابقات الثقافية ومن مسرحيات لذلك نحن حريصين على أن يكون المهرجان ناجح في كل الجوانب كما ألقيت كلمة عضو اللقنة التحضيرية للمهرجان الشيخ عسكر علي العمراني التي استعرضت أهمية المنطقة سياحيا من خلال إقامة هذا المهرجان حمام شرع السياحي هو قديم ويعتبر يعني قانب تراثي وثقافي وهو تقريبا على مر مات سنة وأكثر فيه الينبوع الساخن الذي ينزل من القبل ويكون على شكل مسابح وهناك الناس يقصدوه منهم للسياحة ومنهم للعلاج ونحن نضالب القهات المختصة ذات العلاقة بتطوير هذا المكان من حيث البنية التحتية في الطرغات ومواقف السيارات ودورات المياه وتعد حالمين مديريات محافظة لاحق الزاخرة بالتراث الشعبية المتميز الذي استسعى أهالي المديرية لتنشيطها بإقامة الفعاليات الثقافية التي يجب أن تهتم بها السلطة المحلية حسب إفادة رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الجنوبية العامية نشكر قناة عدن للنزول إلى هذا الموقع السياحي حمام شرعة هذا الحمام الذي سنويا في هذه الأيام يتوج هنا كعرس يعني كرنفال سياحي يأتونه من جميع المناطق المحيطة وكذلك من عدن ومناطق بعيدة إلى دعم هذا الحمام هذا المشروع لأنه يعني من النادر في مناطقنا الجنوبية حمامات كهذا إذا لم يعني يلقى الرعاية والاهتمام طبعا سيضال وقد أثنى عدو المجلس المحلي المجيرية حالمين الشيخ نايف الحكومي على جور رجال الأعمال من أهالي المجيرية للاهتمام بهذه المهرقانات السنوية هذا المصيف هو تغليل سنوي وتوارثناه قيلا بعد قيل منذ مئات السنين هنا الكل في هذه المنطقة يعتبره إسرة واحدة رغم أنه من كل المناطق لكن نحن هنا نمثل إسرة واحدة وفي هذا الملتغى نوصل الرسالة لكل الجهات المعنية والمسؤولة والمهتمين في الفترات وفي أن يهتموا في هذا المصيف وهناك يعني من نقص في الخدمات لكن نحن نأمل من السلطات ومن لك محافظة المحافظة ومدير عام المديرية والكل يهتموا في هذا الموقع في تحسين الطرقات والخدمات كما القيت عدد من الكلمة الأخرى في المهرجانة القاها عادل العمراني رئيس ملتقى حالمين الثقافي وإنزال صلاحي مدير عام محو الأمية ويزارة التربية والتعليم ونادر نوشد خان عن منظمات المجتمع المدني وشهد الحفل تقديم عدد من الوصلات الغنائية وإسكتش تمثيلي وعدد من الرقصات الشعبية المعبلة عن تراث منطقة حالمين وأبناء يافع المعبر عن تراث الشعبي المترابط بين المديريتين والمتقاورتين برعايته مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب نظمت مدارس ورياض الهدهد حفلا تكريميا للطلاب والطالبات المتفوقين تحت عنوان مأرب الصمود تبني أجيال المستقبل المتسلحين بالعلم والمعرفة مزيد من التفاصيل مع مراسلنا محمد الجراسي مأرب الحضارة والتاريخ يجب تحمي وتدافع عن الوطن ويجب تبني الأجيال المتسلحة بالعلم والمعرفة احتفلت مدارس ورياض الهدهد بتكريم 182 طالب وطالبة احتفال متميز وحضور ملفت من قبل أولياء الأمور الأب والأمهات الذين انشدون العلم لأولادهما أكدت الكلمات على أهمية العلم والتعليم في بناء الأوطان تقدم بالشكر الجزيل لثلاثة أشخاص أولا الشخص الذي يستحق مننا التكريم هم من يبذلون أرواحهم رخيصة في الجبهات والثقور والميادين لكي ننعم بالأمن والأمان فهم من يستحقون من الشف مدارس ورياض الهدهد تحتوي على أول رضاة لأطفال في مأربة رسالة سامية تستم في توعية المجتمع ونشر العلم والمعرفة اليوم نحتفل بتكريم طلابنا في مدارس الهدهد هذه المدرسة التي أخذت من أول واهلة على عاتقها أن تقوم ببناء جيل مسلح بالعلم والإيمان شهد حفظ تكريم العليل من الفقرات تعلمت نوعا والتي نالت استحسان الحاضرين الهدهد تحمل الرسالة الانسامية تعمل على تنشيط أجال لمستقبل منذ الصغر في مجال العلم والمعرفة وترسيخ التوابط الوطنية لقناة عدن الفضائية محمد جداسي محافظة مال انتهت نشرتنا المحلية لهذا اليوم قدمنا أهلكم من قناة عدن الفضائية شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة